حذرت عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين شارلوت لزلي من مخاطر استمرار بلادها في دعم الميليشيات المسلحة بحجة محاربتها لتنظيم داعش الارهابي في سرط والتأثيرات المستقبلية المحتملة لوجودها على وحدة البلاد المتمثلة بوجود مجلس النواب والجيش لا سيما بعد نجاحهما في جلب الاستقرار الى ليبيا وشددت لزلي على وجوب الافادة من الدروس والعبر المتحققة من السياسة البريطانية ازاء تطورات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا موقف لزلي جاء بمدخلة لها خلال جلسة استماع ومناقشة للمجلس بشأن اليات تعامل بريطانيا المستقبلي مع الملف الليبي واضافت عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين بانه بصرف النظر عن رأي بريطانيا في شخص القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر فانه لا بد من اقامة علاقات معه في ظل غياب القيادة الفاعلة في ليبيا وعدم امكانية تجاهل دوره واخراجه من المشهد لمجرد ان رؤيته لا تتواءم مع رؤية بريطانيا بشأن حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب التي يفترض بها ان تقود نموذج الديمقراطية الذي تؤمن به لندن واشارت ليزلي الى ان المشير حفتر لا زال وفقا لما قالته بحقه الناشطة في مجال حقوق الانسان سلوى بوغعيغيس التي اغتيلت في وقت سابق بانه الرجل الوحيد الذي تمكن من الحفاظ على وحدة الجيش ووقف بوجه هجمات الجماعات المتطرفة مبينة في الوقت ذاته بان كل الشخصيات القادرة على جلب الامن لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مثيرة للجدل واذا ارادت بريطانيا انتظار مجيء شخصية قادرة على ذلك وليست مثيرة للجدل فانها ستنتظر طويلا